السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نزل بأربع بضغط في الخلاط ويجيب الخلاط كده ونزل فيه بأربع بضغط وياريت البيت ما يكونش كان في التلاجة عشان خاطر البيت هنا مش مستحب يكون بارد هنزل عليه كمان بكباية من السكر الكباية اللي استخدمتها للسكر هستخدم برضه فيها الزيت يعني قد السكر قد الزيت هنزل بقى كمان بكباية من الزيت يبقى كده نزلت في الخلاط بأربع بضغط وكباية من السكر وكباية من الزيت بعد كده بقى ديت نص معلقة فانيلي وهنزل عليهم كمان بمعلقتين لبن بودرة دول معلقتين لبن بودرة هشغل الخلاط بقى وهضرب المكونات كلها ببعضها لحد السكر ما يدوم معايا خالص هنا لونه بيتغيرهوت وبيروح الجباه الكريم كده قوامه بيكون كريم هفضي بقى في البولة اللي هيعجم فيها الخلط ده أخد معايا أربع كبيات دقيق استخدمت ثلاثة في الأول وبعد كده احتاج مني تاني حططله العجينة دي بتكون متماسكة كده هنا العجين ما بياخدش عجن كتير عشان خطر العجينة ما تكونش مططة معايا بعد ما نزلت بقى بالدقيق كده هنزل عليهم كمان بمعلاقة بكنج بوطة هقلب الخلط ده بالأسبتولة وبعد كده هسيبها بقى وهلف العجين ده بسرعة كده يعني مش هياخد معايا وقت زي ما قلت لكم البسكوتات والحاجات دي ما بتتعيكينش هي بتتلف بس كده بجد البسكوتات دي جميلة وما خدتش معايا وقت خالص ومكونتها عندنا في كل بيت مش مكلفة وحلوة قوي ده شكل العجينة كده بعد ما لمتها شوفها عاملة زي يعني بقى أعملها بداية كده ما بتشققش وحلوة خالص هسيبها بقى وهعمل العجوة معاكم حطت العجوة على البتوكاس كده وتنيت حط عليها كمان حبة من الزيت وهقلبه عن نار بقى علشان خاطر يقاه تليون معايا كده وأعرف أشكله أنا هنا حطت حبة زيت من اللي هو الأبيض من اللي أنا بستخدمه لو أنت حبة اللي أنت تحط حتة سمنة فلاحي بتكون جميلة جدا السمنة البلا دي بتبقى حلوة قوي بس أنا صراحة مكادش موجودة عند كانت خلصت شوفوا هنا بعد ما قلبتها بقى الطريق ازاي هسيبها بقى لما تبرز شوية وبعد كده هقاي هشتغل في البسكوت هاخد من عجينة البسكوت كده هقطع وهأفرتها هاخد بقى العجينة كده وهفرتها على شكل بيضاوي العجينة كانت حلوة قوي ومشققيتش معايا وكانت جميلة بجد ياريت متنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد وتحطول اللايك وتتكتبوا لي كومنت حلوة كده منكم وياريت بقى تشيروا للفيديو دار كل قريبكم وحبيبكم عشان الكل يستفيد بعد ما فردت العجين بالصمك الرفايع ده هتنى بقى مسكل الطمر وعملا بداية كده على قد العجينة هبرومه كده على قد طول العجينة بالزبط حاجة سهلة وبسيطة وحلوة قوي في الشائع بتبه حلوة قوي كده مع كوباية شاي وانت قاعدة في الصهرة كده انت عارفين ان الشتا بتحب الحاجات دي هجيب طرف العجينة كده وقافله على العجوة كويس او على الطمر هي عجوة يا طمر يعني احنا شغلين في الاتنين هلفها لفة واحدة بس كده وهقطع بقى الزيادات دي كلها علشان خاطر متباش عجنتها كدير هجيب اللي قطع كده وهتنى قطع بقى الزيادات دي كلها هشيلها على جنب كده هستخدمها برضو هالم الحاجات دي كلها واستخدمها في القفل هبرون بقى كده علشان خاطر اقفلها كويس هجيب بقى الشوكة كده وهعمل لها رسمة من فوق كده حاجة بسيطة وبدت الشكل جميل جده هقطعها بقى قد بعض كده هحاول ان انا نخلي كل الحجم قد بعضه انا هنا مولع الفرن من فوق ومن تحت هطفي من فوق وهسيبه شغال بس من تحت لما ياخد معي اللون اللحمر الحلو كده من من تحت هتنى مشغالة الشواء من فوق دي اخد برضو معي اللون الحلو ده ده هنتصنية زيت وهرس بقى البسكوت بالشكل ده و هدخلوا الفرن و لما يطلح كده هوره لكم انا عشان ما طولش عليكم الفيديو هاكمل انا الباي وبعد ما خلص هوريكم بقى بعد ما خلصوا و هدخلوا الفرن كده و يطلح هوريكم شكله عامل ازاي ايه رأيكم بقى بعد ما طلعهم الفرن بجد شكله جميل جدا و طعمه بجد والله كان حلو عازاكم كده تجربوه و تقولولي ايه رأيكم البسكوتة نشفة من برا و العجوة كده طرية من جوه و طعمها حلو قوي يا كمان انا بكسره لكم كده و هو كمان كان لسه سخن ما كانش كمان برد اون عازاكم كده تجربوه و تقولي ايه رأيكم في الكومنتات و سبكم بقى في رعاية الله و امنه والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته